حاجة نظرك اللي خلى فورمات الفرح تختلف الاختلاف اللي حصل في حيات الصهر عند المصريين يعني خلينا نقول الحيات الصهر أو نايت لايف عند المصريين من أواخر التسعينات كده وحبنا نتكلم 98-99 لحد دلوقتي بدأت تاخد شكل مختلف خالص عن زمان بقى والأوبرج والخروجات الكلاسيكية بتاعة أهلين اللي كانوا بيصهروا بالليل هل ده كان لين عكاس على أن كمان الأفراح بقى مدهى مختلف؟ ده لين عكاس وفي نفس الوقت إحنا الزاق يعني في حاجة حصلت لين كلنا قريب غيرت المضمون كله والشكل كله اللي هي كورونا بدأنا ما ندخلش إين دور بقى غزبا عننا صح من النوع الإين دور فبقى الموضوع أو الدور أكتر أو ما بقاش فيه غيره فاعتمدنا على أن أفرحنا بقيت كلها بالنهار ودي عند المصريين أنا فرح يعني هصهر طبعا وصهروا فيها فقرات والكلام ده النهار ده بقيت أنا عندي فرح الصبح فبقى الصبح وزيد قوي موضوع البيتش ويدنغز ده بقى فيه أفرح كتير على البحر بس ده حلوة كتغاية في الجمال صح هو كان أنا ممكن أتجاوز بس عشان أعمل الفرح على البحر وبعد كام شاعة عرفه تين ينهار عميه نعمل اللعب تفرط البحر دي ليه أهي دي بقى اللي فري تنبي بحسها كده هو كان فيه اعتراض من الفاميلي على القصة بتاعت بالنهار أساساً بس لما جاء الموضوع غازب عندنا كلنا وإنه شافت وتكرر عن يوم حضور أفرح في الأودور الفرح اللي على البحر ده ما بيبقاش متعب ليكو يعني انا اعتقد الواحد لو هياخد صورتين على البحر كاي الدنيا بوزت والشعر عمل كده والدنيا رمي والرمي ده السبب في ان احنا ممكن لو انا بياخد الشوت مرة باخده عشرة علشان المرة واحدة من العشرة دول ما يكونش الشعر طارق او ما يكونش في حاجة طب ده ده حاجة مرهقة جب اي حاجة مرهقة مبدايا في الميكوب ارتست والكوافير علشان الماترية اللي بيستخدموها بنقول لهم انت اوبن اير فخلي بالكو علشان انا متعرض سواء الهواء او الشمس ففيه مشبتات كتير وطروف بقى بنحاول قد منقدر احنا بقى كمان نبدأ نتعامل عشان فيه هوا فيه شمس فيه نعكازات هل ده معناه انه الافرح اللي على شاطئ البحر يبدأ مكلفة اكتر؟ اه طبعا معقولة؟ معانية بان ابسك اه الناس بقى فهمة تخيل ان الفرح اللي معمول على بحر ده اكيد سعره ارخص وابسك انا بدخل مكان مفيهوش اضاءات ومفيش حاجات انا بابني مكان انا بابني مكان من اوله يعني انا لو داخل اندور وانا عندي سباط في السيلينج عندي حاجات عندي اضاءة واندي قاعة واندي كل هاي انا بابدأ من الزيرو حتى ده طب ما فيه اماكن سهر بتبقى اردي موجودة على البحر لو انا حجزت المكان ده عشان اعمل فيه الوادنج بتاعي ده بيكون اوفارلي ولا لان انت برضو بتيجي بتلاقي اردي فيه مكان انا اردي كل مكان لازم اروحه علشان ابدأ اشوف اضاءاته مختلفة عن اضاءة العادية اللي هتبقى جواه اكيد الزواج اللي هاخد منها الكادرات كل الكلام ده الستاب هو الاساس في شغلي ده العادي بتاع المكان طيب احنا عشان نخلي فيه افانت معمول محتاج منينا ايه اه طبعا مش هيبقى العادي بتاع المكان زي الساون زي اللايل زي ديكوريشن عمتا اكيد هحرك شوية اساسات اه هضيف عليها كل ده طبعا ايا كان المكان اللي انا هعمل فيه محتاج اضافات ومحتاج ابني من الاول سيطة دي ناسب الى افانت اللي انا رايح عليه